وينضم إلينا من أربيل العضوة الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشنا وسيد محمود أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة كيف تعلق على الانتقادات الصريحة والشديدة التي وجهها رئيس وزراء الإقليم للاتحاد الوطني وسلوك إدارة الاتحاد في محافظة السليمانية هو حمل الاتحاد مسؤولية الأزمة المعيشية في هذه المحافظة أحييك سيد محمد ومشاهد الحرة كان من الأفضل أن يلتزم سيد رئيس مجلس الوزراء بالاتفاقيات السياسية المبرمة بين القوى المؤتلفة لتشكيل حكومة الإقليم ولا تغاضى عن الإخفاقة التي تحمله الحكومة وتتحمله رئاسته بالتحديد لأن الاتحاد كان ذي تجربة بالتحديد مع الرئاسات السابقة لحكومة الإقليم على سبيل مثال الحصر السيد نيشيربان بارزاني والسيد برهم صالح وكانت هناك نوع من العلاقة وفق مبدأ الشراكة السياسية أما السيد مسؤول البرزاني مع الأسف يتتخذ من سياسة الأتباع وليست الشركاء منهجا لعمل الحكومة وهذا ما يغيظ الاتحاد ويغيظ القوى السياسية الأخرى أصل المشكلة هو الترحيل للأزمات والمشاكل والإخفاقات الموجودة وهو محاولة الهروب إلى الأمام الاتحاد يتبع سياسة أكثر منهجية إذا كان الأمر يتعلق بالإرادات الغير النفطية فهناك نافذة إلكترونية أعلن للرأي العام وندعو الحرة إلى متابعة هذه النافذة الإلكترونية للإرادات الغير النفطية الموجودة في السليمانية يوميا يتم نشر الإرادات النفطية دينار بدينار وهذا ما يتفتقر إليه مناطق نفوذ الديمقراطي وبمعنى آخر يحرجهم الشفافية التي يتبعها الاتحاد عموما كل المغالطات التي كانت موجودة مع الأسف في هذا البيان كان يفترض أن يذهب إلى معالجة وليس الهروب إلى الأمام سياسة الهروب ومنهجية الهروب إلى الأمام منهجية فاشلة تتخذها الشخصيات مع الأسف نحن ندعو جميع القوى السياسية إلى التبنين العقلاني والموضوعية الاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطي لديه اتفاقية آذار 2019 لإدارة الحكم في الإقليم صراحة هذه الاتفاقية تم تجاوزها كثيرا على سبيل المثال للحصر الإرادات النفطية كان من المفروض أن تمول بها المشاريع في سليمانيا وليبيل ودهوك وحلبشة والإرادات النفطية التي يسيطر على الحزب الديمقراطي الكردستاني علما أن في السنة الماضية في كل شهر كان لا يقل عن مليار دولار إرادات نفطية ولا نعلم شفافية هذه الإرادات وهناك نقص في تمويل رواتب الموظفين أي بمعنى آخر كان يفترض أن يمول رواتب الموظفين والمتقاعدين من الإرادات النفطية علما أن الديمقراطي يعرقل ذلك بما يجعل الاتحاد الوطني أن يمول رواتب الإرادات الغير النفطية وهذا ما يريدونه يريدون إحراج الاتحاد في مناطق النفوذ بما يتعلق بقضية تلك المشاريع سيد محمود هو أيضا اتحم الاتحاد الوطني بعرقلة قرارات الحكومة في محافظة السليمانية أيضا طالب الاتحاد الوطني علنا بتسليم متورطين يقول بقتل ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب السليمانية اغتيل بأربيل العام الماضي كيف تعلق باختصال لو سمعت يعني أولا من اغتيل هو عضو في الاتحاد الوطني ونتمنى له الرحمة والجنة وقضية المطالبة هي أيضا سياسة لي الاتحاد دراع الاتحاد ومحاولة لتلبيس الاتحاد هذه التهم طالبنا أن ذاك بتحقيق ثنائي الجانب وأن يكون هناك جهات إقليمية والدولية والتحالف الدولي لكن هذه سياسة كما قلت هي تغليف الأزمة ومحاولة تغليف الإخفاقات بأمور أخرى والهروب كما أسلفت إلى الأمام وعدم محاولة معالجة الأمور الأخرى بتعلق بالإخفاقات في شدة البرودة تفتقر محاولات إقليم كردستان إلى الكهرباء وإلى وقود التدفئة وهذا أمر صراحة لم يتم معالجته ودائما ما يطالب بغداد بهذا الأمر علما أن الإرادات الموجودة في إقليم كردستان أكثر من غير المتوقع والمعلن لذلك نحن نبحث عن الإصلاحات الجذرية الواقعية وليست الشكلية هم يحرجهم هذه السياسة علما أن حتى قضية الانتخابات السيدة جنيني البلاسخارت كانت حاضرة في اجتماعات رئاسة الإقليم الاتحاد وفريق الأحزاب السياسية الأخرى باستثناء الديمقراطي يطالب بانتخابات نزيهة وهم يطالبون بانتخابات دون أن تكون نزيهة هناك ملاحظات كثيرة على سجل الناخبين هناك قوة بشرية مزيفة في سجل الناخبين طالب بها الاتحاد والفريق الحزب السياسي الآخر بمعالجتها لكن هم يدون انتخابات بهذا القانون السابق وأيضا بهذا السجل المزيف لذلك هذا من غير المفروض يجب أن يركنوا إلى الحكمة العقلانية باتباع قانون جديد والاتفاق على قانون انتخابات جديد يعني صراحة يضمن النزاهة يضمن نتائج واقعية تمثل النسيج السياسي والاجتماعي في قليم كردسان لا أن نذب إلى انتخابات بنكرة الديمقراطية من أربيل عضو الاتحاد الوطني الكردساني محمود خوشناو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك